بسم الله الرحمن الرحيم طلاب ثاني ثاني وعلمي رح ناخد اليوم الدرس الرابع من الوراثة الغيرمندلية اللي هو درس الصفات المتأثرة بالجنس طبعا هاي صفات متأثرة متأثرة بالجنس يعني صفات تتأثر بمستوى الهرمون الذكري مرأ معانا بدروس اللي قبل درس المرتبطة بالجنس في فرق بين المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس ان المرتبطة بالجنس تحمل اللي لا تعالي كروموسوم الجنسي X في حين متأثرة بالجنس تحمل الليلاتها على الكروموسومات الجسمية ولكن تتأثر بمستوى الهرمونات الجنسية الذكرية وهذا الحكي يؤدي إلى اختلاف في ترجمة بعض الطرز الجينية بين الذكور والإناث زي ما هم وضح عندي في هذا الجدول هذا الكلام اختلاف ترجمة بعض الطرز الجينية بين الذكور والإناث هذا الحكي يوضح في هذا الجدول أنا عندي طرز جينية مختلفة وعندي طرز شكلية للذكور وطول الشكلية للإناث لاحظ إذا كان عندي طراز الجيني زد يترجم هذا الطراز الجيني عند الدكور يعطيني ذكر أصلة وعند الإناث يترجم إلى أنثى صلعاء في حين الطراز الجيني نقي هذا الكلام هذا الطراز الجيني يترجم عند الدكور إلى ذكر غير أصلة بينما عند الإناث إلى أنثى غير صلعاء اما لو كان الطراز الجيني اتش زد غير نقي يعني اتش زد غير نقي يترجم عند الذكور الى ذكر اصلع في حين عند الاناث الى انثى غير صلعاء طبعا ليش اختار هاي الرموز ليش مختارش مثلا زد كابتل زد سمول اتش كابتل اتش سمول السبب في ذلك انه انا عندي هون في هذا الدرس او الصفات المتأثرة بالجنس لا تخضع للسيادة التامة عشان هيك حكينا عنها وراسة غير من دليل لا تخضع للسيادة التامة وهي صفة متأثرة بمستوى الهرمونات الجنسية الذكرية يعني لو سألني سؤال قال لي هناك طرز جينية ماشي طراز زي مثلا اتش زد طراز جيني متماثل عند كل من الذكور والاناث لكن يترجم الى طرز شكلية مختلفة لدى الذكور والاناث او هناك طرز جينية متماثلة تترجم الى طرز شكلية مختلفة ما بين الذكور والاناث الاجابة لان هذه الصفة متأثرة بالجنسة تأثر بمستوى الهرمونات الجنسية الذكرية يعني هاي ما عندي حالة سيادة تامة يعني انا ما بقدر ارمز لصفة وجود الشعر بالحرف الكبير اتش وعدم وجوده بالحرف لصغير اتش سمول هذا الحكي غلط لانه رح يطلع عندي مثلا طراز جيني بهذا الشكل اتش كبتال اتش سمول ومعناته هذا رح يطلع عندي بشعر عند الذكور والاناث لانه رح يكون عندي حالة سيادة تامة اذا انا ما برمز لصفة الصلاع بهاي الرموز برمز لجين وجود الشعر بالأتش بالحرف اتش هو يكون نقي نقي متماثل الالليلات او غير نقي غير متماثل الالليلات او بيكون عندي زد زد هلا اذا كان الطراز الجيني اتش اتش عندي ذكور بيكون عندي ذكور والاناث بشعر في حين الاتش زد عندي ذكور بيكونه ذكور صلع وعند الاناث اناث بشعر في حين هذا الطراز زد زد بيكون عندي عندي ذكور والاناث عدم موجود الشعر لاحظ لو انا رجعت للشكل الاولى الجدول بالاكتاب الانثى في حالة واحدة تكون صلعاء اذا كان عندها طراز الجيني لصفة الصلع نقي في حين الذكر بيكون عندي عنده شعر في حالة واحدة اذا كان الطراز الجيني لصفة وجود الشعر برضو نقي اما اذا كان الطراز الجيني غير نقي بعطيني طرز شكلية مختلفة لدى الذكور والاناث الذكر بيكون اصلع والانثى بتكون غير صلعاء وسبب ذلك انها صفة متأثرة بالجنس تتأثر بمستوى الهرمونات الجنسية الذكرية وهذا الحكي يؤدي الى اختلاف ترجمة بعض الطرز الجينية بين الذكور والاناث طبعا صفة الصلع تظهر في سن البلوغ او بعد سن البلوغ السبب في ذلك ان الهرمونات الجنسية بتبلش ترتفع مستوها في سن البلوغ لاظهار الصفات الذكرية زي ما احنا بنعرف هلأ يكفي هون في عندي يكفي وجود الليل صفة صلع واحد زد لظهور هاي الصفة في الذكور ليه لانها صفة تتأثر بمستوى الهرمونات الذكرية وهي صفة متأثرة بالجنس مثلا في حين يشترط وجود الليلين لهذه الصفة كي تظهر عند الاناث برضو ليش او علل لانها برضو صفة متأثرة بالجنس ستأثر بمستوى الهرمون الجنسي الذكري وزي ما حكينا صفات متأثرة بالجنس في امثل عليها الصلع في الانسان اللي هو مدرج في الكتاب وفي عندي القرون في الماشية عندي وجود الضقن في الماشية وجود الضقن رح نحل هلأ سؤال موجود في اسئلة الفصل على هذا الموضوع وممكن يجيب لكم سؤال في الوزارة على القرون في الماشية كمان لكن بقول لك اذا علمت انها صفة متأثرة بالجنس تمام انت بتفرض الرموز من عندك وبتحل يعني لو ربطتها بهذه الطريقة اللي لا توجود الشعر والصلع عند الانسان برضو بتزوط معاك خلينا نشوف اسئلة الكتاب في عندي هون سؤال تزوج شاب اصلع غير متماثل الاليلات غير متماثل الاليلات يعني اتشزد طراز الجيني بفتاة شعرها طبيعي غير متماثل الاليلات برضو شعرها طبيعي وغير متماثلة الاليلات بتكون برضو اتشزد لاحظ هدول طرازين جينيين متماثلين لكن اظهروا طراز شكلي مختلف عند الذكر كان اصلع وعند الانسى كانت بشعر طبيعي وسبب في ذلك ان صفة الصلع في الانسان صفة متأثرة بالجنس تتأثر بمستوى الهرمون الجنسي الذكري المطلوب الأول ما طراز الجيني لصفة وجود الشعر لدى كل من الشاب والفتاة الشاب الطراز الجيني هايو هو بقصد بالسؤال والفتاة برضو الطراز الجيني بالنسبة لصفة وجود الشعر لو سألني بدون هذا السؤال قال لي مثلا هيك إجاني هيك قال لي ما طرز الجينية لصفة وجود الشعر لدى كل من الشاب والفتاة باجي بقول له الشاب فقط بيكون عنده شعر إذا كان أتش أتش والفتاة بتكون بشعر إذا كانت طراز الجيني أجزد وأتش أتش لكن احنا هون بنا نتقيد بالسؤال هو سألني بدأت قيد بالسؤال تزوج شاب الأصلع بقول لي ما طراز الجيني لصفة وجود الشعر لدى كل من الشاب والفتاة اللي بالسؤال الشاب أجزد والفتاة أجزد ما طرز أبناؤهما الجينية المتوقعة لهذه الصفة أبناؤهما طرز الجينية للأبناء باجي بقول الذكر طرازه الجيني HZ والأنثى طرازها الجيني برضو HZ الجاميتات هاي 1N 1N في جاميتات الأنثى برضو 1N 1N زي ما تعودنا في انعزال الصفات هلأ في عندي مربع بنت جاميتات الأب جاميتات الأب عندي H وعندي Z وجاميتات الأم عندي H وعندي Z هلأ الأبناء اللي هم HH وHZ وHZ وZZ إذن ترز أبناؤهما الجينية المتوقعة هاي هذول الأبناء بلهم يكونوا على فكرة 3 إلى 1 3 إلى 1 لكن تختلف الطرز الشكلية بالنسبة للذكور والإناث يعني لو قال لي ما الطرز الجينية والشكلية باجي بحط له على جنب جدول زي هي لو قال لي ببدو في هذا السؤال الطرز الجينية والشكلية باجي بكتب له الجينية والشكلية لدى الذكور ويه الشكلية ويه لدى الإناث تمام؟ هلأ الجينية في عندي H وفي عندي H Z وفي عندي Z Z وعندي كمان H Z لأنه هاي واحد تنين ثلاث إلى واحد أصلع بالنسبة للذكور بشعر أو ذكر بشعر وبالنسبة للإناث برضو بشعر هون الـ H Z الذكور أصلع وهنا الإناث بشعر Z Z الذكور أصلع والأنثى صلعاء وعندي الـ H Z بالنسبة للذكور أصلع والإناث بشعر لاحظ نسبة ثلاثة إلى واحد في الذكور تمام؟ ثلاثة أصلع إلى واحد بشعر في حين ثلاثة إلى واحد في الإناث ثلاثة أنثى بشعر وواحد أنثى صلعاء واختلاف هذه النسب لو سألني عنهم يعزي إلى أن صفة الصلع في الإنسان صفة متأثرة بالجنس تأثر بمستوى الهرمون الذكري إذن أنا هون حليت الطرز الجينية المتوقعة وفرجتكم كيف بعمل لو كان لو طلب مني الطرز الجينية والشكلية بكتب له الجينية وبكتب له الشكلية عند الذكور والإناث ولو سألني بتكون نسب الأفراد لأنه فعلا كان كلا الأبوين بصورة غير نقية معناته رح تطلع النسب ثلاث إلى واحد لكن ثلاث إلى واحد تختلف ما بين الذكور والإناث وسبب ذلك أنها صفة متأثرة بمستوى الهرمونات الذكري تمام هلأ في عندي فتاة شعرها طبيعي ووالدها أصلع وأمها صلعة بما أنه والدها أصلع رح يكون والدها يا أم أتش زد طبعا رح يكون أتش زد وأمها صلعة زد زد ليش أتش زد لأنه قال لي شعرها طبيعي إذن هي مستحيل تكون زد زد ومستحيل تكون ومستحيل يكون أبوها أتش أتش ليه لأنه قال لي أصلع وصفة الصلع في الذكور ممكن تكون أتش أتش أو أتش زد زد أسفة أو أتش زد معناته رح تكون هي شعرها طبيعي بصورة غير نقية الزد من والدتها والأتش من والدها اللي هو هاي طراز جيني يترجم إلى طراز شكلي أصلع ما الطراز الجيني لكل من والد الفتاة ووالدتها طبعا الفتاة والدها أصلع بدي يكون غير نقي لأنه البنت شعرها طبيعي ووالدتها صلعة والوالد صلعة زد زد اكتب الطراز الجيني للفتاة الطراز الجيني للفتاة أتش زد تمام نيجي للسؤال الثالث اللي بعده تزوج شاب أصلع متماثل الأليلات هاي الشاب أصلع متماثل الأليلات يعني زد زد لأنه ممكن يكون أصلع لكن غير متماثل الأليلات من طبعا سوري تزوج شاب أصلع متماثل الأليلات مصاب بمرض العمل لوني خلينا نرمز لمرض العمل لوني جيني الإصابة خلينا نرمز له بي سمول وعدم الإصابة رح يكون عندي بي كابتل عدم الإصابة بي كابتل طيب خلينا شاب أصلع متماثل الأليلات هاي الشاب متماثل الأليلات بالنسبة للصلاة مصاب بعمل ألوان عمل ألوان صفة مرتبطة بالجنس تحمل أليلاتها على الكروماسومة الجنسية معنى ترازه الكروماسومي للشاب XY يحمل أليل الإصابة يحمل أليل الإصابة تزوج من فتاة شعرها طبيعي متماثلة الأليلات شعرها طبيعي متماثلة الأليلات يعني رح تكون الفتاة بالنسبة للشعر H H هلا ابصارها طبيعي طبيعي والدها مصاب بما إنه والدها مصاب بعمل ألوان إذن إبصارها سيكون طبيعي غير نقي طرازها الكروموسومي الجنسي XX للفتاة بدأت تكون إبصارها طبيعي غير نقي بكابتال بي سمول لأنه والدها مصاب فهي ورثة الليلة الإصابة من والدها ما أطراز الجيني لكل من الشاب والفتاة للصفتين الصفتين يعني أصده صفت عمل ألوان وصفت وجود الشعر هاي الشاب طراز الجيني للصفتين للشعر ZZ ولعمل ألوان XB أما بالنسبة للفتاة طرازها الجيني هاي طيب ما أطرز أبناؤهم الجينية المتوقعة للصفتين معنا بيبدو الأبناء معناته أنا بدي أعمل مربع بنت هلأ بدي أعمل مربع بنت قبل ما أعمل مربع بنت بدي الطرز الجينية ليه جاميتات الأبوين الجاميتات وزي ما حكينا أنا عندي صفتين هاي صفت الصلاة وصفت عمل ألوان عشان عندي صفتين لازم أعمل توزيع حر عشان أطلع الجاميتات إذن بقول Z هذا الزوج الأليلات يتوزع على الزوج هذا الزد مع إكس بي سمول فاصلة نفسها زد مع واي هلأ الزد التانية مع إكس بي سمول نفس هاي وهاي مع واي نفسها إذن من الأربعة رح يطلعوا بيشبهوا بعض كل تنتين فأنا بأخذ منهم تنتين يعني ZXB هيها ZY هيها هلأ ZXB كمان مرة ها هيها وZY هيها أنا عندي أربع طرز جينية للجاميتات لكن في عندي طرازين متماثلين هون وطرازين متماثلين هون بأخذ من كل واحد طراز هي طلعت الطرز الجينية للجاميتات الأب نطلع الطرز الجينية للجاميتات الأم الـ HXB كابتل فاصلة الـ HXB سمول نرجع الـ H الثانية XB كابتل و الـ H XB لاحظ عندي أربع جاميتات في عندي تنين هون نفس الطراز واتنين هون نفس الطراز بأخذ منهم تنين هي مربع بنتصار معاي جحزت أنا الطرز الجينية لجاميتات الأب أين؟ الأب هي جاميتاته ZXB ZY الأم جاميتاتها X HXB كابتل HXB سمول هلأ 1N مع 1N براح يطلع عندي HZXXB كابتل بي سمول 1N مع 1N HZXY بي كابتل هلأ 1N مع 1N HZXXB بي بعدين هلأ هون في هذا الجدول لو طلب مني ما أطرز أنا طلعت الطرز الجينية لو طلب مني ما أطرز الشكلية للأفراد الناتج مبين معاي أنه مثلاً هون عندي أنثى سليمة من نزف الدم بشعر هون أنثى مصابة بنزف الدم بشعر أو غير صلعاء نفس الإشي هون عندي ذكر سليم من نزف الدم أصلع وذكر مصاب بنزف الدم أصلع لو قال لي مثلاً ما احتمال طبعاً بحط له الطرز الجيني وبكتب له قدامه الطرز الشكلي لكل واحد فيه لاحظ عندي هون مبين الذكور من الإناث لأنه هاي عندي صفة مرتبطة بالجنس ومتأثرة بالجنس فلو قال لي ما احتمال إنجاب ذكور صلع من بين الأفراد الناتج مصابين بنزف الدم هاي عندي واحد من الأربعة لو قال لي ما احتمال إنجاب ذكر أصلع مصاب ما حدد لي من بين الأفراد الناتج بقول ذكر أصلع مصاب واحد على اتنين عدد الذكور اتنين أو ما احتمال إنجاب أنثى صلعاء مصابة بنزف الدم ما عندي إناث صلع بقول له صفر وإلى آخر إذن إحنا عنا بالصفات المرتبطة بالجنس بيّن معنا الجنس ففيش داعي يعني بنحدد بنحدد احتمالات أو نسب الأفراد الناتج من خلال معرفتنا لجنس الأفراد الناتجي هلأ عندي سؤال خمسة بأسئلة الفصل تمتاز بعض الأغنام بصفة وجود الشعر على الذقن وهي صفة متأثرة بالجنس ما إنه قال لي صفة متأثرة بالجنس معناته هون ما عندي سيادة تامة ما بقدر أرمز لوجود الشعر بحرف كبير وعدم وجود الشعر بحرف صغير لأنها صفة متأثرة بالجنس تتأثر مستوى الورمون الذكري إذن تمتاز بعض الأغنام بصفة وجود الشعر لو أنا بدي رمز لصفة وجود الشعر بالحرف أتش تمام فإذا تزاوجت أغنام ذات شعر على الذقن بأغنام دون شعر على الذقن بدي أرمز لأغنام ذات الشعر على الذقن ما حكى لي لا ذكور ولا إناث إذن بدي أرمز لذات الشعر بالأتش أتش واللي من دون شعر بدي أرمز لهم بالز زد إذن تزاوجت أغنام خلينا نأخذ على نحل السؤال تزاوجت أغنام بذات شعر اللي رمزنا لها بأتش أتش مع أغنام دون شعر أنا رمزت لها بزد زد لاحظ أنا رمزت أتش أتش لأنه ما حكى لي ذكور ولا إنات قال لي أغنام فنتجت أفراد الجيل الأول جميعها بذقن كانت كل الأفراد الجيل الأول جميع الذكور بشعر على الذقن جميع الذكور بشعر على الذقن والإنات بدون شعر على الذقن يعني لو الأفراد الجيل الأول بدي يكون طرازهم الجين أتش زد هاي هم ليه لأنه اعمل انقسام منصف هون هايو جاميت وجاميت واعمل انقسام منصف هون هاي جاميت هاي جاميت هلأ بنوخط طراز وبنوخط طراز بطلع كل الأفراد طرازهم الجيني HZ جميع الذكور بقول لي السؤال عندهم شعر على الذقن وكان عندي الإناث دون شعر على الذقن ثم بقول لي السؤال تزاوج عدد ثم تزاوج عدد من أفراد الجيل الأول اللي هم HZ مع HZ أكيد ذكور وإناث تمام فنتج ذكران من دون شعر على الذقن وستة ذكور بشعر على الذقن ست إناث من دون شعر على الذقن وأنثيان بشعر على الذقن ما الطرز الجينية لأفراد الجيل الأول الطرز الجينية لأفراد الجيل الأول هايها أنا طلعتها هون هايها لأنه قال لي تزاوجت أغنام بشعر على الذقن واغنام بدون شعر على الذقن ورمزت هذا الكلام إذن الطرز الجينية لأفراد الجيل الأول هيها جميعهم أجزد ما الطرز الجينية لأفراد الجيل الثاني أفراد الجيل الثاني هاي هم هدول بطلعهم من تزاوج أفراد الجيل الأول هاي هم أفراد الجيل الأول زاوجتهم مع بعض بعمل انقسام منصف انقسام منصف طبعا الصفات الغير نقية بطلع عندي حسب مربع بنت عندي جاميت وجاميت وعندي جاميت وجاميت اتش اتش واتش زت واتش زد وزد زد اذا بطلع عندي الطرز الجينية لأفراد الجيل الثاني هيهم يا اما بخليهم هيك يا اما بحكي اتش اتش فاصلة اتش زد طبعا تنين وزد زد والافضل اني اعملهم عن مربع بنت وهدول الطرز الجينية لأفراد الجيل الثاني خلاص مطلوب منكم تحلوا الاسئلة الموجودة في الدسية لان اذاكم هاي اسئلة وزرية واي سؤال بصعب عليكم ترجعوا لي على الخاص بس خلينا نحل انو اياكم سؤال من الاسئلة الموجودة عندنا في الدسية في سؤال تزوج رجل اصلع غير مصاب بنصف الدم انا عندي في هذا السؤال صفتين صفة الصلع وصفة نصف الدم لا حد صفة الصلع صفة متأثرة بالجنس تحمل الليلاتها على الكروموسومات الجسمية في حين نصف الدم صفة مرتبطة بالجنس تحمل الليلاتها على الكروموسومات الجنسية اذا رجل اصلع غير مصاب بنصف الدم بحط على جنب رجل طبعا اصلع هلا الرجل بيكون اصلع في حالتين اذا كان زد زد او اتش زد كيف بدي اعرف اصلع بصورة نقية زد زد او اتش زد بكمل قراءة السؤال والده والده دو شعر طبيعي الوالد بيكون شعره طبيعي اذا كان نقي اتش اتش معناته الرجل اصلع بصورة غير نقية او غير متماثل الاليلات اتش زد غير مصاب بنصف الدم رمزنا لقليل عدم الاصابة بار كابيتل اذا بدي يكون عندي الرجل اكس واي غير مصاب بنصف الدم طرازه الجيني لصفة الصلع غير متماثل لانه ابوه كان بشعر هلا من فتاة شعرها طبيعي متماثلة الاليلات اذا الفتاة شعرها طبيعي متماثلة الاليلات اعطني اياه بالسؤال مصابة بنصف الدم مصابة معناته رح تكون عندها الاليلين اللي محمولين على الكرومسوم الجنسي اكس متنحيين فاذا علمت ان قليل الشعر اتش وقليل الصلع زد قليل نصف الدم ار سمول سوري ار ار سمول ار سمول وقليل عدم الاصابة اركب كابيتل حد دماء يلي الطرز الجينية للابوين للصفتين معا انا عندي الاب بدي يكون للصفتين لصفت نصف الدم غير مصاب وغير متماثل الاليلات بالنسبة للشعر هذا الاب و الام هيها للصفتين بالنسبة لصفت نصف الدم مصابة وهي بشعر نقية حسب ما حكاها لسؤال ما احتمال انجاب ذكر ذكر مصاب بنصف الدم من بين الافراد لاحب حددلي من بين الافراد عشان اعرف احتمال انجاب ذكر لازم اعمال مربع بنت تمام هلأ عشان اعمال مربع بنت المفروض اني اطلع طرز الجينية لجاميتات الابوين باخد جاميتات الام الام عندها اربع جاميتات اللي هنا اكس مع اج ار سمول فاصلة اكس مع اج ار سمول اكس مع اج ار سمول اكس مع اج ار سمول راحض اربع جاميتات لهم نفس الطراز باخد جاميت واحد لانه الطرز متماثلة اذا الام جاميتاتها XRH نيجي لها الأب توزيح حر عندي صفتين XRH فاصلة XRZ هلأ فاصلة YH فاصلة YZ هاي الجاميتات الأربعة جاميتات الذكر أو الأب الأربعة هي XRH XRZ وعندي YHYZ هلأ بزاوج One in مع One in XRHH XRHZ XRYHH XRYHZ هلأ برجع احتمال إن جاب ذكر مصاب بنسف الدم أصلع أنا عندي هون ذكر مصاب بنسف الدم لكن بشعر ذكر مصاب بنسف الدم أصلع إذن هو إذن هو واحد من بين الأفراد الناتجة كلهم واحد على أربعة هلأ ما احتمال المطلوب الثاني المطلوب الثالث ما احتمال إن جاب ذكر مصاب أصلع ما حدد لي بين الأفراد الناتجة بعنا تبدو من بين الذكور أصلا إذن أنا عندي ذكر مصاب أصلع واحد من الذكور تنين إذن هون بدو تطلع عندي الإجابة نص ما احتمال إن جاب أنت شعرها طبيعي سليمة من نسف الدم شعرها طبيعي سليمة هذه سليمة من نسف الدم وشعرها طبيعي هون أنت سليمة من نسف الدم وشعرها طبيعي إذن جميع الإناث بتكون شعرهم طبيعي وسليمي من نزف الدم جميع الإناث بتكون شعرهم طبيعي وسليمي من نزف الدم وهلأ هيك مثلا في عندي سؤال هون رجل تزوج رجل أصلح تزوج من فتاة بشعر أصلح تزوج من فتاة بشعر لها نفس الطراز الجيني للرجل معناته رح تكون بشعر HZ والرجل HZ لأنه HZ بيكون أصلح وهي بشعر لها نفس الطراز الجيني HZ HZ طبعا هون في عندي هذا الدرس أي علل بخص درس الصلح أو صفة الصلح صفة القرون في الماشي صفة الذقن في الماشي أي علل بنقول لازم يكون في إجابتنا لأنها صفة متأثرة بالجين ستأثر بمستوى الهرمون الذكري وبهيك طلاب الأعزاء بنكون خلصنا الدرس الرابع من الصفات الغيرمندلية أو الوراثة الغيرمندلية الحصة الجاي موعدنا مع الجينات المرتبطة ترجمة نانسي قرز